يعاني سكان باب الضرب منذ ثلاثة أشهر من أزمة مياه خانقة ورغم اعتماد السكان على مضاخات كهربائية وأخرى يدوية محاولة لجلب المياه لكن دون جدوى السكان يطالبون بالاستفادة من من نقب تبرع به أحد المحسنين غير مستغل بالحي للقضاء على هذه الأزمة تقضي لعليرحاب في الصيف ثلاثة أشهر من جواء والله ما شفنا العين طول ما شفناهاش أبدا أخلاص عرانا نعانو لحد الآن لقولنا لهم ديروننا زعم هذا المنقب تأسيد الأحسن هذا أبرون شو هنا في الكوندويت ونتهناه على مسؤوليتنا الخاصة زاد المشكلة وين المقاول اللي جادرنا هذا الكوندويت هنا ديرها عالي على اللي رها تجيب من هي كان المنقب في سيدي الأحسن تبرع به إنسان محسن ننجم له إحنا يعطوهونا إحناية نتقفلو به ونخدموه وتهنا المشكلة هذه كلها رانا نعاني ودركها من الماء منقطع تماما ورانا نجيبه في السيتيرنات كانت البلدية تعون فينا سيتيرنات قطعتهم طول تماما نذوقها رانا نشريه فيهم ونشريه في الماء اللي حلو معها ثاني إضافة على ذلك نشريه في الماء اللي حلو وحده وتعلق سيل هذا بالسيتيرنات الكبار كما شفت كما صورت في الاسمة زدنا هذا